اشتركوا في القناة قبل ان تكلموا عن القرآن يجب ان تكلموا عن تصنيف المجموعات تصنيف المجموعات المنتخب الوطني و الوعاء الموجودة و المجموعات الموجودة حسب التصنيفات تصنيف الأول والثالث والرابع التصنيف الأول للمجموعات و الوعاء الأول في الكاميرون الجزائر سنيغال تونس المغرب و نيجيريا الوعاء الثاني يضم مصر غانا مالي غينيا غينيا هذا الوعاء الثاني الوعاء الثالث يضم كل من جزر الرأس الأخضر كافردي قابون موريطانيا سيراليون زمبابوي و غينيا بيساو غينيا بيساو الوعاء الرابع او المجموع التصنيف الرابع يضم مالاوي سودان غينيا الاستوائية و جزر القامر اثيوبيا غانبيا هذه هي التصنيفات او المجموعات التصنيفات المجموعات لكأس افريقيا بالكاميرو اذا القرعة راح تكون اليوم لو حبينا شوية يعني نعطوها فراسنا يعني مجموعة انا رأيي انا رأيي الخاص رأيي الشخصي انه نحب نشوف المنتخب الوطني يلعب كأس افريقيا المجموعاتها تكون اقوى المجموعات لماذا لانك لما تلعب لما تلعب في مجموعات قوية في الدور الاول يعني في دور المجموعات مع مجموعة يعني قوية راح يكون لك الربع نهاي الخصوم اقل نسبة النهاية اقل يعني يكون الوصول للنهاي ميكونش صعيب بزر بالصح لما تكون في مجموعة ضعيفة يعني من بعدها راح تلقى يعني فرق اقوية ولا فرق صعيبة رغم انه احنا ببطل افريقيا هذا لا يعني انه الغرور يتمالكنا ولازمنا نحط رجينا في الارض وكل منتخب مرحبا بهم معدنا حتى فريق قوي ولا ضعيف افريقيا كل ما فيهاش فريق قوي وفريق ضعيف قادر فريق ضعيف وصغير يدير حاجة كبيرة في كاس افريقيا ويكونوا المفاجأة مثل ما حدث يعني سابقا مثل زنبيا والامثلة عديدة لكن انا ارى انا انا لوليا مجموعة ثانية يعني انا اول وعاء الثاني اما مصر غانا كوديفور مالي بوركينا فاسو غينيا انا مفضل مفضل مواجهة اما كوديفور او غانا او مصر كي يقولك مصر لا لا يا اخي نرعب وكورت القدم احنا دخلنا في اعلام مصرية نرعب وكورت القدم الاقوال يفوز والاحسن يفوز احنا ابطال افريقيا لازم نرعبوا مع المستوى العالي مستوى العالي باش جينا كاس افريقيا في الادوار الليل تكون سهلة نوعا الماء مقابلة سهلة انا ليا نشوف ممكن نكونوا مع مصر واذا كنا مع مصر حاجة مليحة واذا كنا مع غانا ثاني حاجة مليحة كوديفور حاجة مليحة الوعاء الثالث انا نتمنى نشوف الوعاء الثالث مثلا القابون وبو ميونج مليحة نشوفه مثلا الكاب فردي جوزر اصل الاخضر اللي فاز سعينا في ملعبنا في ملعبنا لما كان مارجر هو المدرب فاز سعينا في ملعبنا مليحة نقوله منا نقولوش نخل الفطار ميش بحكامة نخل الفطار مي مبينو باللي كانت ازمة وكان الوقت منتخب في عيش في الدوامة ومدرب اللي لا عندوش علاقة بي يعني منتخب الوطني وكان غارق في التسيير الهاوي ان شاء الله نطيحه مع الكاب فردي نبينو باللي مجرد فترة صعبة جز على المنتخب الوطني بفضل يعني ماذا بفضل التسيير العشوائي ومدرب اللي كبير عليه المنتخب الوطني صراحة التصنيف الرابع او البيع الرابع نقولو نقولو غامبيا لي صراحة تعادلنا معها حتى في وقت جمل بالماضي تعادلنا معها خارج الميدان في ظروف ما تلاقيش تلعب كورت القدم يعني صراحة ظروف صعيبة ولما جلت لهنا تعادلنا معها في فريق يعني منتخب الاحتياطي كانوا بعض اللاعبين اللي ما ما قدموش يعني الشيء الملموس منهم تعادلنا معها حتى في تشاكر ان شاء الله نشوفو هذه أنا رأيي مجرد رأينا القرعة هي من بعد هي اللي تبين لكننا ربما نكون مع مصر وان شاء الله ما نعادو في سيناريو التالي 2010 ونفوز عليهم بالنتيجة والآداء وباش ميزيش بعض الأبواق يعني الأبواق الفتنة نسميهم بين قوسين زدوا يخرجوا ويقولوا انه كذا وكذا وكذا ذالي بحك في كورت القدم وفي ميدان في كورت القدم إلا عدت أحسن مني وفوزت علي بصحتك ونصفق لك ونقول لك برافو إلا فوزت عليك فوزت عليك في أرضية الميدان بالمستوى انتاعي لخلاني نفوز عليك في أرضية الميدان إذن هذه قراءة نوعا ما بسيطة على المجموعات اللي ربما ممكن نكونوا معهم القرعة راح تكون بين الساعة السابعة أو الثامنة لحسب ما نتأكد مليه نتمنى وتوفيق المنتخب الوطني أي منتخب بيجي مرحبا به أنا لي قلتها ونعودها يعني من الأحسن من الأحسن نطيحوا في مجموعة قوية وقوية وقوية أو إن صح القول مجموعة نارية باش نتأهلوا ويكون أدوار القادمة ثم النهائي وربع نهائي ونصف النهائي يكونوا يعني في رقمهم ش أقوى واللي نضمنوا أكثر وأكثر نضمنوا الحصول على كهس أفريقيا في الكاميرو إذا بالتوفيق المنتخب الوطني في الأخير متقنا مع مزل من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر